اشهد سعادة النائب احمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمخرجات التي اثمر عنها الملتقى الحكومي 2019 والذي اقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء الموقر وعلى رأس هذه المخرجات توجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بانشاء صندوق للسيولة بحجم مائة مليون دينار بهدف اعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص نتوجه بالشكر لسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وجلات الملك ان تم الاعلان عن صندوق بمائة مليون دينار لدعم الشركات اللي عندها التزامات مالية وهذه نقطة جدا مهمة وتطور مهم وان البحرين من اوائل الدول او ممكن هي الدولة الوحيدة اللي اتخلت هذه الخطوة لمعالجة الركود الاقتصادي او بعض التعثرات الاقتصادية اللي قاعدة تتولد او تصير في المنطقة بشكل عام فهذا الصندوق بيكون صندوق جدا مهم هذا الصندوق راح يساعد الشركات ويساعد المؤسسات ان هي تتخطى المشكلة اللي هي فيها ومشاكل الاقتصادية والتعثرات المالية وان هي جدول امورها وتخلص الاتزامات وطبعا الصندوق ما يفقط انشاء صندوق هو صندوق يأي من سلسلة متكاملة هو اول شيء اعلنه عن قانون الافلاص قانون الافلاص هو جدول الاعمال جدولة الاعمال تحتاج لسيولة فلذلك ان سمولي العهد ومعالي وزير المالية يعني قريبين جدا من المؤسسات والشركات وفاهمين بالضبط الاحتياجات وعارفين ان فعلا مثل هذا الصندوق بوجود القانون راح يسهل ويسرع الاجراءات العملية حق كل الشركات اليوم لما شفنا ان هذا الصندوق شاف النور فطبعا ها يثلج صدرنا ونعرف ان الحكومة يعني متمثلة في سمولي العهد تحتم قريبة جدا من التجار وعارفة ان في معانات وعارفة ان هما لازم يشلون بعض وان اساس لاقتصادهما التجار فهذا الصندوق راح يكون لدور كبير وراح تكون فيه لمهام كبيرة طبعا هما بعد من التوصية ان يكون فيه تعاون ما بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة التجارة ووزارة المالية وتمكن مع البنوك المحلية حق يتم دعم هذا المبلغ ويكون انه يجمع بطريقة انها ما تأثر على اي قروض اخرى فاتوقع ان ان شاء الله في الايام القريبة راح توضح الصورة بشكل اكبر بس يعني نحن نقول ان الامور كلش ممتازة وانحن جدا مطمئنين وهذا يأكد على قوة ومتانة الاقتصاد البحريني ان هذه خطوة جريئة وراح تأثر اثر ايجابي ان شاء الله برعاية استراتيجية من صندوق العمل تمكين وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مركز صادرات البحرين وغرفة التجارة الامريكية في البحرين اطلقت مؤسسة ريادة الاعمال البحرينية برنامج مسرعات التصدير وقالت رئيس المؤسسة البحرينية لريادة الاعمال فريال عبدالله ناس ان برنامج مسرعات التصدير وكذلك حاضنات التصدير هو احد الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف دعم رائدات ورواد الاعمال البحرينيين على تطوير اعمالهم وتجارتهم بهدف التصدير الخارجي وقال ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين ان البرنامج جاية كاملوا تماما مع اهداف المركز في دعم المنتج البحريني وتأهيل الشركات الصغيرة للتصدير البرنامج موجه حق رواد ورائدات الاعمال من الجنسين طبعا هو راح يساعد الرواد وندرون بضائعهم وخدماتهم الى خارج البحرين برنامج مكثف راح يركز على تنمية البضائع نفسها والخدمات والشركات على اساس اهلها انها تدخل السوق العالمي ساعدنا اليوم بلقاء رواد الاعمال ومشاركتهم ببرامج وفعاليات اللي يقوم بها المجلس للترويج عن البحرين وعن فرص الاستثمار في داخل المملكة ونتمنى دايما ان احنا نشارك المجتمع البحريني ومجتمع رواد الاعمال باخر مستجدات والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد اقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة صفر فصل واحد من مئة بالمئة مقفلا عند مستوى 1517 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد تجاوزت كمية الاسهم المتداولة 4 ملايين و485 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليون و27 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 75 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 7715 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.49% لتكون الخسر الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم اما سوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 5053 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.33% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلقت عند مستوى 2890 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.48% لتكون الرابح الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم اعلن صندوق الثروة السيادي الروسي عن فتح مكتب في السعودية ليكون الاول في الخارج وذكر الصندوق انه يأمل من خلال فتح المكتب في السعودية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات وصادق الطرفان على اكثر من 25 مشروعا مشتركا تزيد قيمته الاجمالية عن 2.5 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والطب والبنية التحتية والنقل والانتاج الصناعي قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا ان دولة الامارات العربية المتحدة تحتل اليوم المركز الاول عالميا في تسهيل عمليات التجارة الجوية واكد ان الامارات تتفوق على كامل منطقة الشرق الاوسط في الانفتاح على مستوى تأشيرات السفر وهذا ما جعلها تتبوأ مكانة قوية في قطاع الطيران حيث تنطلق رحلات خطوطها الجوية الى جميع انحاء العالم واشار اياتا في تقرير اصدره حول اهمية قطاع النقل الجوي في دولة الامارات الى ان استمرار التركيز على هذا القطاع سيسهم في توفير 620 الف فرصة عمل اضافية والمساهمة بمقدار 80 مليار دولار امريكي في اقتصاد الدولة بحلول عام 2037 النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل رئيس صندوق النقد الدولي تؤكد ان الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الحالي بمرحلة من التباطئ المتزامن وسعت الحكومة الامريكية قائمتها السوداء في مجال التجارة لتشمل بعضا من كبرى شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة لتصعد التوتر قبيل محادثات تجارية رفعة المستوى تبدأ في واشنطن ويستهدف القرار 20 مكتبا صينيا في مجال الامن العام وثماني شركات ويمنع هذا الاجراء الشركات من شراء مكونات من الشركات الامريكية بدون موافقة الحكومة الامريكية حذر معهد الدراسات الضريبية لبريطاني من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق سيؤدي الى تفاقم العدز العام وارتفاع المديونية الى اكثر من 90% من الناتج المحلي الاجمالي للمرة الاولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاما وتخشى اوساط الاعمال هذا السيناريو الذي سيؤدي الى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع في الارادات الضريبية وفي الوقت نفسه ستكون السلطات مجبرة على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد وفق معهد الدراسات الضريبية ما سيزيد قليلا من العبئ على الحسابات المالية العامة والان نترككم مع ابرز مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية قالت رئيس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ان الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الحالي بمرحلة من التباطئ المتزامن واوضحت رئيس الصندوق انه من المتوقع ان يكون نمو الاقتصاد العالمي هذا العام ايضا هو الاضعف منذ بدء العقد الحالي وبسبب استمرار النزاعات التجارية واشارت جورجيفا الى ان الصندوق سيخفض الاسبوع المقبل تنبؤاتها الرسمية للاقتصاد العالمي عامي 2019 و2020 وقالت ان الصندوق يتوقع هذا العام نموا اقتصاديا ابطأ في 90% من دول العالم ترجمة نانسي قنقر